اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسام القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات فيه اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الحوت طبعا اللي معروف انه الفترة الماضية الشمس وعطارد اللي كانوا يتراجع يعني هذا عطارد يتراجع والشمس كانت عام لزوايا سلبية يعني اثرت عليك على المستوى العاطفي او علاقتك مع الحبيب او تقلبات عاطفية او خلاف ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين وسوت لك نوع من انواع المفاجآت وجردتك من الحضوظ بالفترة الماضية طبعا عطارد الان رجع للحركة الامامية فهو بدعمك بقوة على المستوى الحضوظ والتواصل مع الاحبة واصلاح اللي افسد بالفترة الماضية وبرضو الشمس راح تظل فيها نوع من انواع سلبية لغاية يوم الاربعة بعدين بتنتقل للبيت السادس ليلك فبصير تركيزكم على امور الها علاقة بالعمل او عمل جديد او علاقتكم مع زملائكم رؤساكم بالعمل وبرضو بدكم تنتبهوا على الوضع الصحي والتقلبات الصحي بالفترة القادمة اما بالنسبة للزهرة فما زالت داعمة على مستوى البيت الرابع وعلاقتكم بالعائلة او امور الها علاقة بالعقارات او تطور بعض المسائل العقارية ممكن اهتمام بالمسكن او ديكور او تغيير او بناء او يعني اشياء الها علاقة برضو بالتقارب الجيد ما بينك وبين افراد العائلة رغم الزوايا اللي شوي كانت سلبية اللي سببت لك نوع من انواع القلق على احد الابناء او احد افراد العائلة اما بالنسبة للمريخ اللي في البيت الثاني فهو راكم عليك الالتزامات والديون والمصاريف وبرضو خلاك تدخل بجراءة او مغامرات مالية بالفترة هاي شوي يعني صرفت فلوس بالمكان المش مناسب او انك يعني تندمت على انك انت اتحركت بهذا الاتجاه باشياء مالية اما بالنسبة للجدي طبعا في بيتك 11 وهو اللي سبب يا نوع من انواع الخلافات او ردات الفعل السلبية اللي كانت ما بينك وبين بعض الاصدقاء سوء تفاهم او حدية بالطباع او مشاكل او انهاء علاقة مع صديق او ممكن انك انت قدت بعض الاصدقاء لتدخلهم في شؤون حياتك او بشؤونك الشخصية وهاي كانت سبب بانك انت تبتنع عنهم او تبتعد عنهم بالفترة هاي اما بالنسبة لنبتن طبعا كوكبك واللي موجود عندك وبدأ يتراجع فهو شوي عمل نوع من انواع الكركبة على المستوى النفسي بخليك تتقلب خلال فترة هاي وتدخل في مجالات او في اشياء شوي سلبية او اجواء شوي سلبية على المستوى النفسي على مستوى الارتباك القلق يعني بكون لك رغبة في التغيير ولكن خايف من اشياء انت مش عارف ايشي اما بالنسبة لأورانوس ملك المفاجآت او كوكب المفاجآت اللي دائما بيجي يا اما بعطيك ايجابية يا بعطيك سلبية وما عنده حل وسط فهو خلى عندك تشتت بالفكر وبرضو على مستوى امور العصبية والحدية والتقلب بالمزاج او التنقلات المفاجئة او الحركة المفاجئة او الاوامر المفاجئة اللي اجتك بالفترة الماضية اللي سببت لك نوع من انواع الارباك والقلق الى انه بتيجي بشكل مفاجئ وانتي ما بتقدر تسيطر على انفعلاتك وعلى عصبيتك اما خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف احنا ايش القمر رح يعطينا خلال هذا الاسبوع من اثار ايجابية وسلبية ايش اللي بننهتم فيه ونكسب منه ويش اللي بننحذر منه طبعا من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر موجود بالجوزاء فعشان هيك بتنهمكو بامور الها صلة بالبيت والعائلة اهم ايش انك ما تتهرب من المسئوليات وان كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى اي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هاي الفترة مناسبة للارتباط وممكن تشعر بالانزعاج او القلق حوى المسائل شخصية من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتقدم لك هاي الفترة فرصة مناسبة للمصالحة او لمصالحة ولتسوية وكمان للتعارف والارتباطات هاي الفترة ناشطة ومتنوعة وثقتك بنفسك بتكون عالية وقدرتك على الاستيعاب للامور بتكون عالية جدا يعني بمعنى انها هاي فترة ايجابية من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالاسد فعشان هيك بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تهمل الواجبات مهما كثرت او صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك المعنوية من منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء يعني مقابلكم تماما فعشان هيك بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل او في العاطفي يعني ما بين الازواج كونوا اكثر تفهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة الضغط كبير والاوضاع ممكن شوي تصير صعبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة